اشتركوا في القناة نجم يوفنتيوس الايطالي كشفت مصادر ايطالية من خلال تقرير صحفي اسباني عن توسل برشلونة الاسباني مع ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتيوس الى توقيع عقد مدته اربع سنوات ووفق ما اوضحته الصحيفة الاسبانية سبورت نقلا عن مواقع عربية انه يتبقى لاتمام الصفقة اتفاق برشلونة ورائد الكرة الايطالية يوفنتيوس لدمج لاعبين اخرين في هذه الصفقة هذا وسبق لبيانيتش ان اكد لمسؤول برشلونة الاسباني رغبته في الانضمام الى اصدقاء ميسي في العديد من المرات واضاف ذات المصدر ان الفريق الايطالي طلب بعض اللاعبين من الفريق الاسباني الى ان النادي الكتالوني اصر على ان يتواجد الكرواتي راكيتيج ضمن لائحة الانتقالات او لائحة الصفقة وتبلغ قيمة اللاعب الدولي البصني حاليا 50 مليون يورو لكن ستقل هذه القيمة بسبب الاضرار المالية التي ستخلفها جائحة كورونا وربما تصل الى 30 مليون يورو وفق ما اشار اليه موقع كورا العربي وجذير بالاشارة ان بيانيتش كان قد حاول الرحيل عن الفريق الايطالي الصيف الماضي لكن ادارة نادي السيد العجوز رفض وتمسك به باستمرار وحاليا تم وضعه في لائحة الانتقالات في ظل وجود اهتمام كبير من كبار الفرق الاوروبية واعتاها كالشيلسي ومونشيستر يونيتد الانجليزي وباريسان جيرمان الفرنسي الى هنا ننهي موجزنا و الى لقاء اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة